تزامنا مع الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم قليد الحكم نظمت هيئة التشريع والرأي القانوني ندوة بعنوان أهم ملامح تطور التشريعات المتعلقة بالقطاع القضائي والعدلي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وخلال الندوة كدم علي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في كلمته أن المجازات المحققة خلال خمسة وعشرين عاما في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم أوجدت أرضية راسخة لمواصلة البناء عليها وبدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهته قال سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النايب العام إنه منذ الوهلة الأولى لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم قد شن كيانا عمليا متماسك الأركان خط فيه لهذا الحاضر الذي نعيشه وارتسم فيه ذلك المستقبل الذي ننتظره وإننا في الطريق نجني جميعا ثمار خيره يوما بعد يوم إلى ذلك نوى سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالإنجازات المتراكمة التي تحققت في قطاع العدالة على مدى خمسة وعشرين عاما في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله في إطار الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي جاءت هذه الندوة التي نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني للاحتفاء بمنجزات العهد الزاهري لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لتحمل عنوان أهم ملامح تطور التشريعات المتعلقة بالقطاع القضائي والعدلي في العهد الزاهري لجلالة الملك المعظم وذلك بحضور رفيع المستوى من قبل المختصين والمسؤولين في هذا المجال حرصا من هيئة التشريع والرأي القانوني على مشاركة مملكة البحرين في الاحتفالات المتعلقة باليوبيل الفضي لتولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فقد قمنا بهذه الفعالية اليوم وصلتنا فيها الضوء على أهم ملامح التطور التشريعي في القطاع العدلي والقضائي فنجد بأن هناك تطورا كبير شهدته مملكة البحرين في العهد الزاهري سيدي حضرة صاحب الجلالة في نظام في القطاع العدلي بصفة عامة وسواء كان ذلك من خلال التشريعات المتعلقة بالمؤسسات القضائية أو للتشريعات المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية التي قررت لهم الضمانات التي تساعدهم على القيام بأعمالهم بحيادية وبيستقلالية وبتجرد تشرفنا اليوم بالمشاركة في هذه النادوة المهمة بتنظيم من هيئة التشريع والرأي القانوني في الحقيقة النادوة أخذتنا في رحلة على مدى 25 عام لتولي حضرة صاحب الجلال الملك المعظم لمقاليد الحكم استمعنا فيها إلى الكثير من الأنجازات خصوصا في المستوى القضائي والعادلي أعتقدنا هي فرصة كذلك أن نستمر فيما تحقق من أنجازات ونحن إن شاء الله نسعى إلى تحقيق العدالة وتأكيد سيارة القانون في مملكة البحرين كلمات مهمة شرحت بإسهاب أبرز المنجزات القضائية والعدلية التي حققتها المملكة بتوجيهات مستمرة من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها مختلف الجهات المختصة في القطاع العدلي والقضائي وهو ما أكد عليه المتحدثون خلال هذه الندوة شرفت اليوم بتمثيل النيابة العامة خلال هذه الندوة وذلك لتسليط الضوء على تطور النيابة العامة والعدالة الجنائية في العهد الزاهر لحذرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حيث تناولنا جميع ملامح التطور الذي شهدته النيابة العامة وشهده القطاع العدلي والقضائي في مملكة البحرين مسلطين الضوء على ملامح السياسة الجنائية الحديثة التي واكبتها النيابة العامة تنفيذاً للخطة الوطنية الشاملة المستدامة التي وضعها سعادة النائب العام تنفيذاً لرؤى مملكة البحرين طبعاً اليوم هي جاء للاحتفال وتسليط الضوء حول أهم الإنجازات التي حصلت في الجهاز القضائي والعدلي في العهد الزاهر لجلالات الملك طبعاً نحن نتكلم عن اليوبيل الفضي نتكلم عن 25 سنة هذه 25 سنة هناك الكثير من أعضاء السلطة القضائية لم يكنوا جزء من هذه المدة بكبرها 25 سنة فمن الجيد ومن الملفت وحتى في تعليم كثير حق جميع الأعضاء بأننا نستذكر معاهم بالضبط ماذا حدث ابتداء من 25 سنة حتى اليوم منجزات عديدة ومتواصلة بيّنتها هذه الندوة حيث أن التشريعات التي صدرت خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم بلغت 1010 قوانين منها 674 قانوناً جديداً بالإضافة إلى 2618 مرسوماً وأمراً ملكية وهو ما أكد عليه سعادة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني خلال كلمته في هذه الندوة 25 عاماً مليئة بالإنجازات التنموية والحضارية الشاملة التي عاشتها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهري لجلالة الملك المعظم تميزت برسوخ تجربة القضاء والعدالة في مملكة البحرين ورصانتها وتطورها الكبير الذي يشهد له الجميع يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين